أنا عرفت تحديداً أنه كان هناك في محاولات للصلح من جانب اتحاد الكرة ومسؤولي بيرميدز خلال الفترة اللي فاتت والبعد عن المحاكم المدنية ولكن نادي بيرميدز رفض الصلح وتمسك أنه يسلك طريق القضاء الإداري لو الكلام اللي أنا بقوله ده غلط حد يطلع أقولي الكلام ده غلط وأنا ساعتها أعتذر تاني بعدش مشكلة لا فيش أي مشكلة أنا المهم من الموضوع ينتهي بعيداً عن حسين الشحات وبعيداً عن الشيبي وبعيداً عن النادي الأهلي وبعيداً عن نادي بيرميدز أنا يهمني كرة القدم المصرية يهمني كرة القدم المصرية أنا شايف أن حسين الشحات أخطأ الشيبي حقه يعمل اللي هو عايزه في إطار لو كان في إطار الناحية الرياضية ولكن حسين الشحات أخطأ عوقب من اتحاد كرة القدم عوقب من النادي الأهلي تقبل العقوبة أشد العقوبة والموضوع انتهى بالنسبة لي يعني ما عرفش فجأة لقينا تك 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 ولموضوع بيب ينتظر أن لجنة الاندباط تصدر قرارها خلال الأيام المقبلة إما بالغرامة أو الإنذار أو الإيقاف وفقاً لما ترى لجنة الاندباط حبيت أتكلم في الموضوع ده بسرعة جداً لأنه موضوع غريب وأنا الحقيقة مش عارف إيه اللي جوه الناس يخلي الموضوع يوصل لهذه الدرجة رجل اعتذر لك قدام الناس كلها والنادي الأهلي خصم كل شوية حق أكرر هذه الكلمة والنادي الأهلي خصم والتحاد كرة خصم والتخصم منك 20 ألف جنيه بالتحاد الكرة والتخصم وتوقف مطشين اللاعب حسين الشحات والنادي الأهلي خصم منك 500 ألف جنيه حسين من الناحية الإنسانية اعتذر لمحمد الشيبي واللي احنا كنا شايفينه أن الشيبي متقبل الاعتذار إيه اللي حصل بعد كده صوصاوة في الدماغ تقعد تخلي الواحد بقى اللي عايز يصوصاو يصوصاو ولكن كل ما أتمنى أن ينتهي هذا الموضوع لصالح كرة القدم المصرية ولا لصالح حسين ولا لصالح الشيبي كل اللي همنا هي كرة القدم المصرية ترجمة نانسي قنقر